اشتركوا في القناة تصميم لكن ده تصميم جديد لعربات السباء العربات الصغيرة اللي هي الفورمولا 1 اللي احنا بنشوفها في السباءات العالمية مش العربات الكبيرة زي بتاعتنا هيكون معانا النهاردة اتنين من طلبة الهندسة يكون معانا احمد فكري وسامر سامي المشاركين في المشروع صباح الخير يا شباب الأول عاوز اعرف انتو كم سنة وفي كلية هندسة دي انا طالب في رابع ميكانيكا سيارات هندسة عين شمس سامر سامي رابع ميكانيكا سيارات هندسة عين شمس هندسة عين شمس تعتبر من اهم كلية الهندسة يمكن مش في مصر بس في دول عالم كثيرة لانه شهادتها معترف بيها برا ايه جديد في تصميم العربية اللي انتو عاملينها المرادية لان احنا قابلنا بقى شباب عايزة تعمل سطحة كلية عندهم مثلا خلايا ضوئية لتعمل كهرابا قابلنا مشاريع كثيرة انتو ايه لي بيمايز عربية السباء اللي انتو عاملينها المرادية نبتدي بسامر لديز فرز اللي بيمايز عربية السباء اللي احنا دخلين سباء انترناشنال على مستوى جامعات العالم بيشارك في السباء اكتر من 100-110 جامع على مستوى العالم عايزين نعمل هي اسمها فوملك ستتعمل في انجلترا اصلا فاحنا مفروض اللي احنا هنبتدي هنعمل ديزان العربية من الزيرو في حاجات قريدي هنشتريها وفي حاجات هنقدر نصنعها لحسب تمولنا بس احنا هنقدر مفروض اللي احنا نعمل تصميم للعربية كله فتعتبر جهازت كبداية بس اللي احنا نفسنا ندخل اللي احنا نصنع عربية في مصر بس كتصنيع عربية كامل موضوع طبعا مكلف اكتر ونحنا نعمل العربية تمش في الشارع موضوع مكلف اكتر وقصع بها جميل كلامك فيه كم نقطة عاوز ابتدي اسأل اليوم لو سألتك يا احمد قولي التمويل بقى انتو كم واحد في المشروع وبتموله المشروع ازاي احنا حالق السنة دي 16 طالب مشاركين في المشروع السنة دي بالنسبة للتمويل التمويل كان السنة اللي فاتت لان احنا السنة اللي فاتت كان فيه مشروع برضو للعربية كان معانا دكتور ممدوح حمزة وكان معانا برضو مصر للطيران والكنترول الصناعي ده كسبونسورشيب ككاد اكاديميك ككاد مصر معانا السنة دي لازال دلوقتي ان فيه سبونسور مصر للطيران لازالت معانا والكنترول الصناعي وبنسع ان شاء الله نجيب برضو سبونسور الان الصناعي الكنترول الصناعي هو ايه الكنترول الصناعي هو مصنع موجود في غمرة وموجود في 6 اكتوبر مصنع متخصص في صناعة الحديد عمتا بس الخاصة بالشاسية بتاع العربية اه 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 تمام طيب سمر كلميني بقى عن العربية نفسها عربية فورميلا ون ممكن لجزء كبير من المشاهدين هيسأل هي كام سي سي وموتورها قد ايه ومواصفاته ايه فيارد تكلمين عن مواصفات الموتور والعربية احنا العربية بتاعتنا معظمها هنصنعها زي مولت الحضرتك المطور بتاعنا مطور هوندا ريس هوندا ريس تي بي او 600 ار ار المطور ده ده ار ايه لا يا جماعة ده تراز المطور وقى ريس الجسم الخشب بتاع العربية كنا عاملين زي المودل زي بروتو تايب قبل ما نخش في مرحل ضمن مراحل تصميم بالزبط بالنسبة عليه مجموعة اختبارات فده النموذج الخشب بتاعه ده الشاسي الحديد نفسه بالزبط ده الفريم بتاع العربية فكري أحمد يقدر فكري يكلمنا عنه وهنا ده التصميمي على 3D Studio Max ده برضو برنامج انفنتور ببرامج انفنتور ولسه فيه بتبقى برامج تانية دخلين بيها CFD Computational ده بالنسبة لهنا انتم عاملين تخيل يعني اللي هو ايه سلاسي الابعاد بالزبط زي محرج بتقول هو تخيل العربية عمتا بحسن بالمحيز بتاعتها ده ديزاين بتاعه ده ديزاين بتاعه تمام ده المطور بتاع الموتسكل ده المطور بتاع الموتسكل اللي احنا بس يعني احنا هنعدل فيه حيات كتير ولسه فيه حاجات محتاجة تصنيع فيه هو 650 سي سي قلنا الر اللي هو ايريس 600 سي سي 600 سي سي ور ار اللي هو ايريس بقى سباء بالزبط هو موتور ريس المفروض هنعمل لسه تعديلات فيه بحيس ان هو اصلا موتور متسكل فاحنا هنركبه في عربية فمحتاج تعديلات كتير محتاج لسه هيتصنع له كذا حاجة عشان خطر لانكم بتشوى نفسها بتبقى نازلة برولزة معينة لازم تطبق فالكلام ده خلينا نعمل تبرولزة تحكمكم في ايه يعني لو هو 600 سي سي و 78 حصان هو مفروض مثلا يطلع عزم معين بالنسبة هتوزعه لتورك العزم ده على الاربع عجلات ازاي من ضمن مثلا الرولز بتاعت المسابقة ان الموتور يبقى ماكسام 610 سي سي عشان كده احنا قدرنا نختار عملنا سيلكشن كتير قوي قدامنا جمعات مواطير كتيرة فده اللي قدرنا نختاره عشان ده 600 سي سي دي من ضمن الرولز بتاعت الكمبيتشن نفسها طب انتو اخترتوا حجم العجلات هاي بقى زي ولا هتجيبوا العجلات جائزة ولا انتو هتعدلوا الموتور علشان يوزع العزم بشكل كويس على العجل احمد هتعملوها بالضبط هو بالنسبة للموتور احنا مش بنجمع لان احنا لو انا جبت موتور الهندا مجرد ان احطه في الشاسي كده من ورا واركب العجلات واركب الفرامل والديركسيون انا كده بجمع لا انا بصمم كل اللي انا بقدر اصممه الفرامل بصممها الستيرينج بصممه من نظرات اللي احنا درسناها في ميكانيكا سيارات الموتور انا مش هصنعه بس انا بوفق اما انت بتوفق عشان كانت بسألك احنا دلاتي معنا صورة الصورة العربية احنا تتكلم عنها العربية الفورب انا بسأل على انه العجل بيبقى دايما الكاويتش انت بتجيبه جاز انك مش تقدر تصنعه فانت هتوفق الموتور على الكاويتش ولا هتعمل ازاي الكاويتش اولا فيه منه نوعيد بيبقى فيه حاجة dry وفيه wet dry انه هو بيبقى السطح بتاعه flat ما فيهوش براويز او ما فيهوش شكل بالنسبة للويت هو فيه شكل هدف الدراء زي ما هنا واضح في السباء الدراء انه بيبقى ماشي على الطريق في الات عادي والجو التقسي بتاع المسابقة بيبقى clean لكن لو التقسي كان منطر فبنستخدم الكاويتشات اللي فيها بروز بحيث ان المية بتبقى عاملة طبقة ما بين الارض والكاويتش فالبروز دي بتطلع على المية بالنسبة للمطور انه هو يوزع الحمل فاحنا من خلال حسابات والدراسات اللي احنا بندرسها الحمدلله في الميكانية كسيارات بنشوف التصميم بتاعنا ونختار انهي مقاسة للكاويتش المناسب للمطور هو بالنسبة للفيديو ده ده فيديو من المسابقة بس سنة قبل كده يعني هو المسابقة مش اللي احنا بنخش مسابقة عربيات قصاد بعض كل عربية بتخش ريس بالزبط يبقى تبع الهندرينج بتاع العربية الستيرينج لوها نظام الدريكسيون الفرامل يعني ليها بيعملوا زي انسبيكشن على بورت حاجات معينة في العربية فكل عربية بتخش التريك لوحدها يعني مش بنخش عربيات قصاد بعض طب انتو نقيتوا التصميم بتاع الشاسي وجسم العربية والمطور يعني انتو بتقولوا عملتوا التوفيق التوفيق دي عملتوها على أساس اي اه ما انا باكلم في كده يعني اخترتوا الدزاين على اني اساس او هو الدزاين ده اساسا بتاع حد يعني ام انتو اخترتوا من تصميمات موجودة قدامكم ولا انتو عملتوا تصميم جديد خالص احنا بنعمل ديزاين من سكراتش يعني الفريم والبادي بتاع العربية نفسه من برا البيكينج الستيرينج بتاع العربية كل ده احنا بنعمله ديزاين من سكراتش بس الفكرة من الصفر خالص تماما ماش مالوش علاقة بحاجة موجودة في السوق ليه علاقة بالرولز بتاعة المسابقة افي نفسه لوقت فيه حاجات مش هنا قدار نصنعها يعني مش هنقدار نعملها تصميع ولا احدود الامكانيات اما يهل تصميم винت تصنيع في مصر فهنقدر نشتري اقرب حاجة موافقة للتصميم footsteps يعني احنا مثلا نصمم فرامل تصنيع الفرامل هنا مش متوفرة ومش متوفرة لنا ما تدين فهنشتري فرامل موافقة للتصميم اقرب الحاجة للتصميم hazardous بس احنا بنعمل ديزاين لازم نعمل في مصنع معاكو في الحديد والحاجات اللي هي اللي هي تتصنع. لكن احمد كلمنا عن مصر الطيران دورها في مسنددكو. ايه طبعا مصر الطيران ومؤسسة الوطنية مش مش علاقة. مصر الطيران كانت موفرة لنا اثنين ديل. اول ديل ان هي كانت هتشحن العربية الريس بتاعتنا لانجلترا. لان المسابقة بتقام في انجلترا في حلبة سيلفر ستون. ده كان اول ديل. تاني ديل انها كانت هتوفر لنا طرق من الطرق الممتلك عندها. ان احنا نجرب العربية بتاعتنا هناك. لان طبعا العربية الريس بالضبط. لان رانوي هناك احنا مش عينفع ان نمشي بيها في الشارع ونجربها. لأ. تجين موافص موافصات قياسية كمان للأسفل. بالضبط. بالضبط. تمام. فمصر الطيران كانت موفرة لنا الاتنين دول. والحمد لله السنة دي لازال الديل موجود. طيب. هل انتو سجلتوا براءة الاختراع بتاعكو ولا هلسه فلتور يعني انتو هتعمله ازاي؟ هو ما يعدش براءة اختراعه. يعني هو الريدي العربية موجودة والريدي تصميم احنا مش عاملين فيها ابتكار. يعني مش عاملين ابتكار كحاجة جديدة ما تعملتش. يعني احنا عندنا مبادئ التصميم والتصميم كلها احنا ماشيين عليها. بس انتو في اطار التبديل والتوافية دي هتطلعوا حاجة جديدة خالص ما هياش ملك الحد. فلازم تسجلي براءة الاختراع عشان لما المشروع ده ربنا يعذره ويطلع في يوم الايام للنور يبقى ليكو الحق ولا نغطى؟ من ضمن شروط المسابعة ان احنا ما نستخدمهاش كحاجة ما ما تبعش. هي اللي احنا مفروض نعمل لها ماركتنج مفروض نعمل لها اه. لو كسبت يعني هي لو كسبت ممكن تتسوق بقى. لا لا يعني هو من ضمن شروط اللي احنا نقدر نعمل ماركتنج للعربية والكست بتاع عربية تكلفت دايه بس تمش نسوقها كبرودكت يبقى تجاري. من ضمن مشروط ان ما ما ينفعش تبقى برودكت تجاري. طيب ختاما احنا هيبقى الاستفادة من الاختراع ده او الحاجة الجديدة تصميم الجديد اللي احنا عاملينه ده ازاي قول لي احنا التصميم دوت الاستفادة منه ان العلم ما بيبقاش بس في الدماغ. العلم انا لازم اطبقه. انا قصدي احنا هننفس بيها ممكن ننفس بيها في اسباقات ولا ممكن تستخدم زينا انا لما سألت هل ممكن تساوى تجارينا وطولي لا ده من ضمن مشروط المسابقة انها مش هتساوى تجارينا طيب هنستخدمها ازاي. مثلا في اسباقات باسم مصر ولا اناعمل ايه. اه تمام اه هي العربية عامتا احنا احنا لما صممناها الهدف بتاعها ان احنا نروح للمسابقة هناك ونشوف اداء العربية بناء على التصميم بتاعنا اه بعد كده ان العربية دي من الاسبونسور ان احنا ممكن نسوق عنها ازاي ان احنا بنجيب سبونسور. اه طبعا كباجي ازاي يعني اه اه مثلا مصر التيران اه تاخد العربية مثلا تعرضها هناك عنده. اه كنترول الصناع ياخد العربية يعرضها هناك. اه ده الامكانيات المتاحة للعربية اه اه تبقى موجودة. لا وفي نفس الوقت العربية تبقى متوفرة في الكلية لا اي طلبة مشاريع بعد كده يكملوا فيها طلبة الماجستير والدكترال وهم يزودوا اي حاجة في العربية بتكروا فيها حاجة جديدة زي ما حضرتك بتقول. نتمنى لكو التوفيق احمد فكري وصمر سامي طلبة هندسة عين شمس نورتونا ونتمنى لكو التوفيق ويا رب تكسبه في المساعدة. يا رب ان شاء الله. مشاهدين دي كانت نهاية فخرتنا في نهاية سعيد مستمرين فخراتنا لكن بعد الفاصل اللي جاي.